طبعاً أنا سعيد أستاذ يوسف وليست محمود وبرنامج مصراوي طبعاً أنا سعيد بيكم في نادي من العرب ورحب بيكم طبعاً في نادي من العرب نادي البطولات نادي يعتبر تالت أندية مصر لحصول على البطولات طبعاً أنا دخلت طبعاً كنت بحب كرة قدم جداً زي أي واحد طفل بيلعب في الشارع لعبت عندي في قرية شرامون طبعاً مركز من الأعمة الشرعية لعبت مع أجيال كبيرة في ملاعب خماسي ملاعب كبيرة وأنا تاني أعداد وثالث أعدادي أدتني سكة وأدتني الاتمأنان اللي أنا أقدر ألعب أدتني خبرة لما جيت اختبارات 76 هنا طبعاً في نفس الملعب هنا وفي نفس الجول اللي أنت بتصور به طبعاً أعدت ثلاث شهور اختبارات ربنا أكرمني وقدرت اللي أنا وأنا 19 سنة جيت عمر 19 سنة هنا اختبارات والحمد لله ربنا أكرمني وقدرت أكون موجود في نادي من العرب هنا موسم ستة وتمانين سبعة وتمانين طبعاً الأول مباراة للعيد كانت موسم سبعة ثمانية وتمانين تسعة وتمانين مع نادي غزل المحلة دوره ممتاز كان مستر ميكان إفرد أول ماسك المباراة كانت في المحلة وما أدرك المباراة في المحلة مع غزل المحلة جيل من أعظم الأجيال اللي أنا شفتها في حياتي كافتن ملعوطي طبعاً حفظاً بالألقاب طبعاً حفظاً للألقاب آآ شاو غريب زفتاوي مشائي آآ صبر عيد خالد عيد آآ خالد قرم أحمد حسن آآ آآ يعني أجيال آآ جيل من من رسم بهجة آآ لنادي غزل المحلة وطبعاً لنا سعيد لنا لعبت في هذا لدي هذا الجيل وطبعاً أول بطولة لها طبعاً لعبت سنة تمانية وتسعة وتمانين وتسعة وتمانين وتسعين مع نادي من العرب كاس مصر وكسبنا نادي منتخب السويس آآ اثنين واحد جاب الهدفين آآ عصام مرعي وآآ على أطاها وطبعاً دي كانت أول بطولة لها وكانت بطولة لها معزة لنا هي دي البطولة اللي يعني قدرنا نعيد قدرنا ندم العرب تاني ونخش أفريقيا وقدرنا نحقق لنادم العرب يعني بطولة كانت بقالها هي سبع ثمان سنين آآ ما فيش بطولات في ندم العرب من سنة ثلاثة وتمانين لما يجيلي الزهبي خد البطولات اللي هي كاس مصر كاس أفريقيا ولعب كاس مصر ينهي مع الأهلي وخسات رفلات الجزاء وخد كاس وخد الدور العام وطبعاً كنا سعداء بإن إحنا رجعنا ندم العرب تاني للمنصة التدويق عضاء العقابي كاس مصر تلاتة كاس مصر سنة تسعة وتمانين سعين خمسة وتسعين الفين واربعة كاس أفريقيا ستة وتسعين كاس أمه أفريقية منتخب عسكري تسعة وتسعين كاس أمه أفريقية مع منتخب مصر الأول بوركينا فاسو تمانة وتسعين طبعاً عصدت جيل كتير طبعاً كان أول جيل لي وانا لما تلعت الناشين كان طبعاً جيل الزهبي للندم العرب قدرت ألحق بعض النجوم زي كابتن رضوان زي كابتن جبل سالم كابتن سعي شيشيني كابتن نبيل عمار كابتن عبودة كابتن حمد نوح كابتن الله رحمه ناصر محمد علي دكتور الزمزم دكتور علي شحاتة دول طبعاً كنت أنا سعيد جداً لنا يعني لعبت مع جيل الزهبي بتاع ندم العرب لحقتهم في الآخر لأن أنا جيت ستة وطبعين ندم العرب كانت بالأنطوان الحارس الشهير مش في نفس السنة بعدها عصرت طبعاً جيل عصام مرعي أحمد سعيد عبدالزي المصطفى اللي هو زيزه الصغير بعد كلا عصرت جيل طبعاً علي عشور محمد عودة تمر مصطفى عبدالسطر صبري جيل بعد كلا بدت الأجياء تتوالى طبعاً مش عايز أنا أقول طبعاً هنسى ناس بس عذراً آه ناس كتير جداً طبعاً فيه آه طبعاً فيه طبعاً بدون ذكر اسم طبعاً أسماء كتير أنا أعمل أحضر أسماء عشان ما فيش حد إنسى كابتن محمد يونس حارس مرمى آه كابتن آه طبعاً حشيش كابتن محمد حشيش لدي أهل كان موجود معنا كابتن حمد أبراضي كابتن محمد السيد كابتن حسن السيد آه عاطب الأباني عاطب عبدالهادي أسماء آه كتيرة جداً أنا عصرتهم جت بعد كلا عصرنا عبدالسطار وعصرنا آآ 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 كبيرة طبعاً آآ 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 فأنا مش مش متذكر دلوقتي بس الحمد لله عصرت أجيال كتيرة والحمد لله وربنا كرمنا قدرنا نحط بطلات وكانت طبعاً أنا من ناس يعني معدودة في نادم العرب اللي أنا كابتن نادم العرب لمدة ستة سنين من ستة وتمانين آآ من ستة وتسعين حتى ألفين واربعة والحمد لله يعتبر أنا من أفضل وأكتر اللعبة لعبة مباريات تلتموت مباراة في تاريخ نادم العرب فالحمد لله طبعاً ده شكر وفضل من الله سبحانه وتعالى والحمد لله إن الخير ده كله من نادم العرب وأنا فخور جداً إن أنا أنتمي لهذا النادي والصرح الكبير هو نادم العرب اللي كل أفريكا بعد طبعاً آآ محمد صلاح ونني طبعاً النادي من العرب من أشهر عنديها دلوقتي المصرية في العالم كله فطبعاً أنا فخور وسعيد لأن أنا منتمي لهذا النادي أنا طبعاً أولاً لما بطلت سنة ألفين واربعة مسكت النادي النصر القاهيري مع كابتن ساد عيد موسم وبعد كلا سفرت مشرف في نادي العيل الإماراتي لمدة موسمين وبعدين جيت هنا النادي من العرب اشتغلت فريق أول أربع مواسم مع كابتن محمد رضوان وكابتن محمد أبسامية وهي ديت اللي أنا اشتغلت كابتن محمد النيني ومحمد صلاح موجودين معنا فطبعاً أنا سعيد جداً أنا كنت موجود معهم طبعاً نجمين كبار عظماء الواحد يفتخر بيهم وطبعاً أنا سعيد طبعاً أن كابتن محمد النيني من البلد عندنا من شاشرامون كان محمد النيني لو لي الشرف أنه يكون متواجد على عرض ملعب السوق ملعب شاشرامون اللي أنا خرجت منه وجي لعب فطبعاً أنا عصرتهم وفعلاً الاتنين دول كان يستحقوا وكان فيه لعيبة يستحق أن يروحوا أوروبا لكن ده نصيب واكتهاد والاتنين دول فعلاً اكتهادوا عشان كلا ربنا كرمهم وأتمنى من الله سبحانه وتعالى ليهم مزيد من التفوق والنجاح بإذنهم لأنه فخر نادر من العرب وفخر لكل مصري طبعاً لأنني طبعاً حبيبي جداً يعني يا راجل يعني من ضمن المواقف اللي أنا بشلهله فعلاً أنني لما جي عندي شاشرامون السوق كان يوم حنتهم والله كان يوم حنتهم ولما جيت قال لي طبعاً هاجي يوم أجيلك وهلعب شوت وهبش عشان الحنة بس مقابل أنت أجري الدخول طبعاً هاجيلك وفعلاً الراجل يعني راجل محترم جداً وطبعاً أنا عرف والده كابتن ناصر النني فطبعاً الراجل جيه وفعلاً لعب شوت زي ما قال وروحت له تاني يوم الفرح بتاعه فطبعاً ده من المواقف الفاني النني من رجولة واحترام طبعاً محمد صراح كان معايا طبعاً موجود معايا وكان ساعات بينزل يركب معايا لحد تحت هو كان لسه صغير لكن هو محمد ما عادش معايا كتير محمد كان طبوحه لكن اللي أنا هقوله يشهد الله عليّ ان هو كان ملتزم جداً محترم جداً كنا يوم المباراة الليلة المباراة كان كابت الرضوان وكابت المحمد عبد ساميع مدير الفني الساحداشر الموبايل نخش الساحداشر للاقيه الراجل بقى أمانة ربنا وقافل موبايله مسك المصحف وبيصلي ملتزم جداً أول واحد في صلاة الفجر أول واحد في الموعيد ملتزم عشان كنا ربنا سبحانه وتعالى كل المجهود وكل فعلاً الانتظام وكفاحه أن محمد صلاح اللي أنا أتمنى من الله أن يكلم مجهوده ويأخذ قرى الزهبية لأحسن لعب العالم وإن شاء الله بإذن الله السنة الجاية بإذن الله أنا عرفت أنه هو برا القايمة السنة لكن إن شاء الله أنا عندي أمل في الله سبحانه وتعالى أنه هو يختمها إن شاء الله بقرى الزهبية بإذن الله آخر سنته في الأرسنال لأن محمد بأمانة تطور جداً وتحس إن هو بيلعب يعني ما فيش حد يعني يقيم محمد نيني المدربين ولعب القرى اللي هما فاهمين بيسهل جداً بيلعب سهل متنع بيسهلك قرى بيعمل لك حلول كتير جداً في الملعب محمد الظلم في آخر سنتين وكت أتمنى طبعاً كمصري ومأوليني إن محمد يكمل في أوروبا لكن طبعاً هو قراره ونادي الجزيرة طبعاً من أندية العريقة اللي في نادي الإمارات في نادي الإمارات العربية المتحدة ونادي طبعاً له شعبية كبيرة جداً هناك فطبعاً هو خطوة عملها وهو صاحب القرار قال لي بالك يوسف فهو فيه ساعات بيبقى قبل بتاخد قرار فيه حاجات محيطة بيك مفيش حد يعلمها ولا يعرفها غير اللعب نفسه فهو ممكن يكون خدها عشان هو فيه حاجات هو يعني إيه حسبها أو حسبها فطبعاً هو ممكن يكون لعب في إنجترا ثمان سنين في الأرسنل وطبعاً إنجاز غير عادي تمانية بتلعب في نادي الأرسنل الأرسنل من أحسن أندياً الموجودة في العالم والدور الإنجليزي طبعاً تعين جز أرسن فينجر ده يعني معلش باحترامي يعني أسطورة تدريبية عين خبيرة تختار واحد زي محمد النني وفعلاً محمد النني كماشي كواسقوي لكن الإصابة الإصابات اللعينة هي الأقاراته طبعاً قد الله ما شاء فعل هو أختار نادي الجزيرة وإن شاء الله أتمنى خلي بالك يعني بصينا على الدور السعودي السنة دي لعبة جديدة جداً جات من أوروبا ورجعت السنة دي فمحمد أنا عندي أمل إن شاء الله أنني هيعمل موسم كويس جداً زي ما عمل في الأولمبيات كان من أفضل اللعيبة الموجودة في ممتخب مصر على مستوى البطولة ودي كانت خطوة إن شاء الله بإذن الله إلا أنا عندي أمل إن محمد النني مع مباريات معنات الجزيرة مع ممتخب مصر يرجع تاني في الدور أوروبي بإذن الله طبعاً الجيل اللي قبل من هنا وجنة مكنش في احتراف كنا بنلعب لقورة بنلعب لنادي وللتشيرت بتاعنا دلوقتي يا يوسف اتغير المفهوم تماماً كله بينعب عشان مادة كله بينعب عشان إيه الفلوس معادش أنا بقول من خلال مصراوي ومن خلالك يوسف معادش حاجة اسمها انتماء للتشيرت دلوقتي الانتماء بقى ما احترام إليك للفلوس هتديني عشان نمشي موجة تبيع النادي وياما في لعيبة باعت عندياتها اللي تربط فيها عشان الفلوس فده معادش خلاص معادش يعني الجيل خلاص احنا الحد جيل أنا الحد سنة خمسة وتسعين يوسف بالظبط أول موسم أربعة وتسعين خمسة وتسعين أنا عمل عادة احتراف كنتش في احتراف خارس أربعة وتسعين خمسة وتسعين كنت أول موسم أعمل عادة احتراف أعمل عادتش يعني العبت من سنة ما أنا و أنا عنت سع عشان سنة لغاية خمسة وتعاشين سنة باخد مرتب مرتب ومكافئات أول عادة لها كان موسم أربعة وتسعين خمسة وتسعين فطبعا من اللي قابل كلا طبعا لابوا من أجل النادي ومن أجل الفانيلا وكان مرتبات وكانت الناس مبسوطة اللي بتلعب في أندياتها من بعد ما دخل لاحتراف وزاد قوي بعد كلا المغالاة اللي بتحصل في مصر يعني المغالاة دلوقتي أنا بقول المبالغ اللي بتحصل أنا بقول اللي مفيش لعيب بعد احترام الجميع اللي من رحم ربي يستهل المبالغ دي لا هو أقولك الحاجة هو ما تقرنش وقتنا بوقت ايه لأن طبعا الاقتصاد والجنيه والحاجات دي مش هكلم فيها زاد أنت بتمشي مع السوق يعني السوق الأوروبي أيامنا ما كانش كده كان أغلى واحد مليون يورو تمنمية دلوقتي خلاص عدة فأنت بنفس القصة وخلي بالك في نقطة وردها يوس بالربطان هيجي هلعب من فيه فين في النادي إيه نادي الأهل إيه أفضل وأكبر أنديت أفريقيا وينكي يعني موازن أدارة أنديت أوروبا فالنهارده إيه بالرمضان لم ييجي يلعب معلش يب أحترام إليك أنت لكرينت المجر أنت بتقول عليه بالنادي الأهلي لا النادي الأهلي طبعا سبعته أقوى منه فهو عارف كويس أنه هنا هيلعب بطولة أنديا بطولة كاسر أنديا بلعب بطولة أفريقية بلعب دوري بلعب بطولة عربية بلعب بطولات كتير فالبطولات دي بتعمل النهارده النادي الأهلي مين اللي ميشي مين ميشي محمد عبد المرحفين نيسي الفرنسي بوابة النادي الأهلي ونادي الزمالك بوابة للكرة العالمية فأنا النهارده أي لعيب يتمنى يلعب في النادي الأهلي ونادي الزمالك لأن ده الأندية كلها بتشوف لأن اللي بلعب في النادي الأهلي والنادي الزمالك بلعب منتخة مصر أغربته بلعب منتخة مصر فالعلم بتبقى موجودة على النادي أهلي وزمارك خاصة للأهلي أكبر شوية لأن الأهلي بلعبوا طولات أكبر فهي القصة في كده هو مش فرق معا القصة غير كده كمان اللعيب بيجي بيتفع على إعلانات بيتفع على حاجات كتيرة فهو عالف كواس إن هو جاي نادي الأهلي أنا النهاردة لو طرف علي النادي الأهلي بقى أقل من نادي المجري أنا هروح النادي الأهلي النادي الأهلي بس هي الأهلي برضو خلي بالك الأهلي يعني نهاردة بقى احترامي لك بالنسبة للنادي الأهلي الناشئ بياخده مع احترامي اي مصافر شوبر لسه طالع والناس دي بتاخد اما لعبة كبيرة تفعل اعلى فانت النهاردة بتدي النجوم دي عشان النجوم دي ممكن تروح اي نادي فلازم خليهم ما يبصوش لبرة لا النادي الأهلي يعني فيه ابو تريكا طارد عليه عنديه كتير جدا قال لك النادي الأهلي اولا ماردش همش انه عارف كمية النادي الأهلي النادي الأهلي خلي بالك لو انت قرنته بانديه اوروبا النادي أهلي هتساوى مع عنديه اكترى في اوروبا النادي الزمالك هتساوى بس هي واحد يقولك انا عايز ااخد تجربة اوروبية حقه وانا بناشت النادي أهلي ودرارك وعنديه ات مصر كلها افتحوا السوق خلوا اللعبة تلعب وهم الناشئين دي هتعود على الكرة المصرية هتعود على منتخب مصر خلي اللعبة يطلع ما تقولش اعلانه اعلان جدا ان بريم عادل بيرنمز مردش تمشيه في الروح اختافي طب ليه 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 تسيبه اه مبلغ قليل سيبه سنة اعارة بريم عادل يفرق مع نادي بيرنمز هيفرق بس انت بتلعب دور مصري لكن محمد بريم عادل لما يلعب نادي اختافي يلعب دور أزباني ويحتاج مع برشلون ورين مدريد ممكن النادي اختافي يبيعه انت كنادي بيرنمز هتساوى اكتر انه محمد صلاح اتنقل النادي له نسبة بس ما اعرفش ده اللي انا سمعته يوم ما كان عايز روح السعودية انا كاحمد صابر ما اعرفش لكن انا اريد زي حضرك ما اريد كده لكن الحقيقة مع محمد عادل وعضاء مجلس ادارة هم اللي اعرفوا كده لكن انا ما اعرفش لكن انا بقول كلمك بيه ان انت حتى لو ما استفدتش انت راجل بتودي لعيب في اوروبا في الاول اخر يقول لك طب النهاردة محمد صلاح لما بيروح بيقول لك اولاد مين انا بسمحها وهبى فخور جدا في الدور الجيزة بيقول لك ايه ابن ندم العرب كفاية دي دعال وحدها فهي قصة اللي انت افتح السوق وخلي بالك ان مشيت محمد عادل ابراهيم عادل هيجي لك لعيب كويس قوي ادي فرصة لابراهيم عادل وهيجي لك لعيب ادي له فرصة ممكن هي بيعدي ابراهيم عادل لكن مزنوش يعني النهاردة لما ابراهيم عادل رفض هل انت عرف نفسيته هيعمل ايه هيديك زي الاول هيديك ممكن ميدكش فقصة كلها افتح انا مبسوط جدا من اهلي بقى امانة وبقول لها على الهوى مع مصروي انا مبسوط من نادي الاهلي ليه ماشي كامل عيب عبدالقادر ديانك محمد عبدالقين رغم اه وقبل كده محمد شريف هل محمد عبدالقين الله علي لا انا بكلم محمد محمد آآ منقى عمود من عمد ناد اهل وهو ينكم من بطولة اللي جاب ماطش جاب لما تعديلنا مع الترجب تالي elekt華 minutos الاشتواصب لاب لها اه وجاب مطولات افريكا مؤثرنا وفي الدور لكن النادي الان عمよね الناد اهل اترضى واخلي بالك ان ناد اهل هجيب احد ابناء ناد اهل المعارين في الاندي الاندي والتانية زي محمد عميلا مكان الاول ومحمد عبد منعم اللي ايه؟ النادي اهل اعاره سموحة وفيوتشر لما استوى في القورة الاهل جابه بقى محمد عبد منعم النادي الاهل اللي عنده لايبة كتير جدا اعارت في عندها هيجيب وزي كوكا ماركان من نفس القصة زي كريم الدبيس مستوى بص انا اقولك حاجة على مستوى شبير طبعا يعتبر ابني لانك معاه منتخب الفين في الفين وستعشر كما انا قلت له والله قلت الناس ده هيب حارس مارمى النادي اهل المتخب مصر الاول ليه؟ في حاجات مقاومات وفي حاجات بتبقى بينه قدام اولا شخصية جمدة جدا وشخصية قوية جدا حارس مهوب الراجل ما بيخافش دخل فيه هدف ولكنه دخل شخصية الحارس عنده شخصية وبالهالك اوض مصطفى شبير حارس مارمى نادي الاهلي ومنتخب مصر القادر لاني بيبين انا الهالو والتانك من كابتن احمد شبير اه كان بينه وبينه تليفون والتلو كلا قلت له كان مصطفى ضعيف اه شوية فانا قلت لكابتن احمد قلت له لكابتن احمد وديه لدكتور تغزيه عشان يشوفه قال لي رد عليك كابتن احمد درجل احترام قال لي ايه رأيك احمد صابر تقول له ده هيب كابتن لو انت عايز بجمع منتخب مصر اهتم بيه قال لي انت شايف كلا اتراها والله هي كمكلمة الوحيدة اللي كان بينه وبين كابتن احمد شبير لكن مصطفى انا متوقع وانا بقول لازم النادي الاهلي يدينوا مباريات مهلا بطورة افريكا النهائي وشال النادي الاهلي ولعب دوري لازم النادي يا جماعة تقولوا ده اللي غريبة اوها يوسف في مصر الناشئ مصطفى شبير ناشئ فين رايل مولود الفين داخل في خمسة وعشين سنة ناشئ يتجون بتاع تراجي اللاعب ناديه تساعة اشار سنة دين روما عنده كم سنة بيلعب في بيلعب في اسرور بيلعب في اسرور ما عنده كم سنة الله ينوى عليه ناشئ راح اسرور درواية راح فين مولود تسعة وانسعين بينه وبين شبير ايه مصطفى شبير سنة سنة بالضبط بيلعب دلوقتي منتخب يطلب قال له خمس سنين وبيلعب فيه باريس سانجيمين قال له ثلاثة أربع سنين ليه ليه إسره ما بوقف ضده لما باريس سانجيمين طلبه تفضل وجيه واحد تقول ما دي كورة دي أولا اقتصاد ده فكر ده إدارة شغالة ادي ادي الناس ما تخافش الكورة لو كورة هتوقف كانت توقفت على بردونا كانت توقفت على بليه كانت توقفت على ميسي كانت توقف مع كورة دورة وهتقلب وهتجيب ناس يعني كنا بنقول أيام زل مرضونا أفضل دلوقتي ميسي أنا عندي كورة القناعة أنا بتمثل بميسي فيه ناس كورة دولوه عقلية وفيه ناس تانية فيه لعيبة هيطلع مقرب أفضل الكورة عمرها ما توقف على حد بس فعشان كنا أقول يا ريد نادي بيرامدس نداء أدي إبراهيم عادل فرصة للاحتراف عشان الراجل يباح نكسبنا لعيب محترب لمنتخب مصر بص النادي الأهل وزمالك كوة عظماء مشان نختلف أفضل الناديين في مصر أكيد الصحافة فيه صحافة اللي بيرامدسون مقولين بس الصحافة الكوية تابع الأهل وزمالك اللي أنا ودي حقهم اللي أنا أتمنى المفهوم يتغير يوسف التحكيم التحكيم يا جماعة حلا بنشوف بره أقل الفرق بتكسب برشلونة الفرق الأخيرة بتكسب ريال مدينة وبللتين وبللتين وبللتلاتة من سنتين أسهم فيلا كاسبان ليفربول سبعة صح حلو ما صح وبتحسب عليهم ببلللتين وبللتين وبللتين وبللتة اللي أنت هتراجع نفسك تاني لما ترجع ادي كل فرحة حققها ادي كل فرحة حققها الأهل عايز يكسب هيكسب عاستنى مع الاحترامي لك الأهل وزمالك مش محتاجين حد يجاملهم بعد الاحترامي لك كمنظومة كلعيبة كجامهية كصحافة مش محتاجة ما تخليش الفرع نازلة بتلعب أهل أو زمالك أو أي فرع تقول لك أنا كده كده خسران أنا عارف الحكم برغم أنا عارف حكام جدر جدا من أنزل الحكام أخطأوا بيخطأوا والبشر ما بدأ فأوروبا بيخطأوا آه بس إحنا عندنا مشكلتنا هنا مشكلة كبيرة الشماعة الأولى والأخيرة هتحكيهم وإذا يوسف يتعود على المدير الفني وأنا بناشد اتحاد الكورة أي مدير فني يطلع في تصريح بعد مرة يعلع الحكم المفروض يتتقد معها موقف غرامة لا أنا مش عايز غرامة إيقاف يقاف غرامة يقعد في مدرجات مدرجات 23 هو ده لكن غرامة أنا مدرجة بياخد مليون ومليون ومليون ونص لما تقصد منه 20 ألف وخمسين ألف نقطة في بحر لا أنا عايز يبقى فيه موقف كررها مرة واثنين وثلاثة لنهاية الموسم لأن العيبة والإدارة وجمهور بياخد رد فعلا من 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 المدير الفني أنت مدير فني معرض تخطأ 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 تقرأ في التشكيل تقرأ في التشكيل تقرأ في التغيير تقرأ في التغيير عندك لعيبة أحسن لعيبة غير موافقة غير موافقة حارس غير موافقة هذه جدا دي كورة دي كورة بس هو عايز هي اتحاده كورة عايزة حزم حزم كده خراص أنا أنا اللي بحضرش المؤتمر الصحب عشرين ألف إيه يعني عشرين ألف تاني حط مية ومتين ألف على قد وبص حط نسبة بحترم لي من عقده خمسة وعشر في المية لما يحس عشرين ألف تما بيكسب ياخد ستين وسبعين ألف بعد حترم ربنا يكرمهم بس أنا بقول لك النهاردة حط نسبة عملت خطأ تلاتة في المية اتنين في المية تاني خمسة يبقى فيه نزق ويقاف توقف لكن كل العيب فرقة تخسر أطلع كحكم أقول كأكام درفان أقول حكم مش ظريفة كمان وخلت شكلها كالدور مصري مش كويس طبعا الحمد لله أنا في منتخب مصر من سنة ألف من سنة تلاتة وتسعين أربع أسعين لغاية تمنة وتسعين اشتغلت مع كابتن جوهري التسعين وروحت معه مرحلة وعدا كلا رحت مع كابتن طه الدكتور طه أسمعين وكابتن فاروق وروحت مع ريدل وبعدا كلا رحت مع كابتن محسن صالح وعدا رحت مع كابتن فاروق جعفر وكابتن محمود الخطيب وعدا كلا رحت مع كابتن جوهري طبعا أسعد لعيب لعيبة في الحياة لما يكون ضمن منتخب مصر ويلبس الشرطة منتخب مصر ده فخر كبير واعتزاز وكل شوف ما مش عايز أقول لك يكفي اللي أنت بتروح يقول لك منتخب مصر أعلى بمصر بتشيلش شعار مصر لما بتروح برا بيبنى تسفير مصر برا طبعا حاجة كان الواحد لا توصف من الفرحة وطبعا والسعادة والفخر أما كاسة المفرقية فطبعا ده حاجة تانية يا يوسف خارج إحنا رايحين كل الصحافة هنا وكابتن جوهر كان بيديهم لمركز العشاء أو تلات وعشر تقلل الصحافة بس بأمانة رحنا أول يوم وصلنا ساعة تاتة الفجر ساعة تسعة الصبح في طرق جباري من أول يوم قال لنا إحنا جئين نلعب على البطولة سيبوا الكلام ده كله أنا بصدروا المين للصحاف أنا عايز أوصل البطولة وكان الراجل الله رحمه جنرال كابتن محمود الجوهري من أفضل مدربين اللي يشوفتوا في حياتي تعاملوا مع العيبة قائد أخ أب كل حاجة كل حاجة بأمانة كان كل مباراة بيرسم سيناريو بتاعها غير مباراة تاري يعني من ضمن الموراة اللي كان رسم دور قبل النهاية الدور اللي ماتش كنت بفارع على طبات الجزابة والله رسمها طبات الجزابة مخطط أه 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 كان كنت بفارس حتى منتخب منتخب وتلعب وربنا كرامنا ماتش بوركينة الراجل بيتكلم عن الملعب و الجمهور ول 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 ولازم نخلص الماتش فققوا ربع ساعة وفعلا ربنا كرامنا خلصنا ربع ساعة الماتش النهاي كان طبعا جنوب أفريكا كانت فرقة فرقة جامدة جدا جدا ومطلعة على تونس من دولة فان الراجل وإحنا نزلين الملحب شافرت جنوب أفريكا بتسقف وتهيج وتورس راح مجمعنا قال لك الفرقة دي خايفة الفرقة دي خايفة من هنا لازم نخلص عليها في الأول وفعلا ربنا كرامنا في أول ربع ساعة بجورين الراجل دوت يعني بأمنا أنا ما شفتش مدر في حياتي شاف الحياة حياة الشخصية غير الراجل كل مداربين تشوفوا حياته الشخصية إلا راجل به الراجل ده كل حياته كراوية نروح قاعد بيذاكر في قطو التلفزيون راسم كل حاجة بالألم اللي في المصدر الخطة بتاعته قاعد يتكلم في القورة رايح يتكلم في القورة يفكر أنا طلع اللعيب إزاي من الضغط النفس بتاعه إزاي كان قابل مضش بيوم ياخدنا على البحر وبتاعه ساعتين نهرج عشان يفك اللعيبة ما يخليش اللعيب عصابه مجدودة فرأي لا كاب يخط عشان كنا من أفضل مدربين جون في تاريخ مصر وأنا بقول لك مش من أفضل أفضل مدرب جه في تاريخ القورة المصرية هو المرحوم الكابتن محمود الجهر وطبعا الواحد السعيد اللي أنا يعني كنت بزام النجوم كابتن حسام حسن وكابتن رمزي كابتن عدري السيد كابتن عصام الحاضري عبد زهر السق ياسر ردوان عمارة سامير كامونة طرق مصطفى أحمد حسن عبد السطر صبري أسام نبيه سامي الشيشيني أه أقول لك وليد صلاة عبداللطيف أه عبدالنصر محمد أه أنا مش عايز أنسى حد جيل فعلا ياسر ريان جيل عمليقة جيل عمليقة فعلا أنا أقول لك الحاجة رجالة ونضاف يعني شفتوا كابتن حسام حسن تشوفه متعصب لا عصف الملعب بره الملعب يا خبره بيض حاجة ثانية خالص بناء آدم والله العظيمة جماعة أنتوا بقول من خلاك يوسف سيبوا الراجل اشتغل الراجل بقى عنده تموح وعنده شغل وعنده كل حاجة سيبوا اشتغل هو عصبي عصف الملعب لكن بره الملعب هادي سبوء هو شخصيته كلا احنا ليه نحكم على مدرب لسه ما عليش ما تشين ثلاثة أنا بقول لك يا جماعة يا جمهورك المصري يا نقاد يا صحافة يا تلفزيون سيبوا الكابتن حسام حسن ياخد فرسده وأنا بقول لك وأنا واسك تسعين في المية الراجل ده هينجح بمنتخ مصر وهيوصلنا كاس العالم وكاس أمه أفريقية احكموا على الراجل ده لما يوصل كاس أمه أفريقية ونتيجه ويوصل كاس حال لكن أنا عندي أمل أنتو اديته مدربين أجانب وليلين فرصة أنتو الراجل ده فرصته بس ده اللي أنا عايزه من الكورة الانتحاد الردني أنت كابتن حسام فرصة سنتين تلات أنت اديله سنة سنة ونص وبعد كده كرروا مش كل الناس عمد تخبط فيها يا جماعة أنت لما بتخبط في الكابتن حسام أنت بتخبطش الكابتن حسام أنت بتخبط في الكورة المصرية بتهدي في الكورة المصرية هو مش بتغل الراجل كابتن حسام الراجل مدير فني وهو جهازه سيبوه يشتغل وإحنا نشجعه وبعد كده بحزبوه بعد 7-8 مطشات عشر مطشح حزبوه لكن بعد أول مطشح تحزبوه إزاي الدور المصري السنة اللي فادت مش منتظم ما فرس لعيبة كتير سيب الدور يشتغل وسيب ويفرز لعيبة وبعد كده حزبوه كابتن حسام فأقول لهم بقول لهم ارحموا كابتن حسام واسبوه يشتغل وإن شاء الله بس إحنا اكرمنا مرتين من رئيس الله يرحمون رئيس محمد حسين مبارك اكرمنا وإحنا نزليين من مطار وكرمنا بالوسام الطبع الأولى وطبعا الوسام طبعا وسام على صدرنا كلنا لأنه ده من رئيس جمهورية مصر بيا وده وسام الجمهورية وطبعا احنا صعداء جدا كلنا وكان والله العظيم جوسف ماقول لك كنا كل طمحنا كل طمحنا اللي احنا اهم حاجة نتكرم وناخد وسام من الطبقة الأولى أو طبقة تانية حتى اهم حاجة وسام من بلدنا مصر اللي هي كلنا بنحبها وكلنا بنخاف عليها وكلنا بنتمنى لها التوفيق وإن شاء الله ماقول لك المرحلة الجاية ان شاء الله هيبقى في حاجين كتير جدا كويسة والمصر كلها ان شاء الله تبقى سعيدة بإذن الله في المحارة الجاية ان شاء الله أنا وجهة نظري ما عليش مختلف معها لكن هو طبعا صحب القرار يعني هو واخد الشنوي طبعا رقموعة في مصر شوبير وهو طبعا واخد حمزة عشان نادي الزمالك اللي كان بنا على الفترة اللي فاتت الشنوي لو صغير ما بيش حد فهو وجهة نظره كلنا هنختلف على الاختيار بس أنا فأقول لك هو اختياره اللي ان هو لتحسب عليه احنا مش نتحسب انا بختلف حضرك بتوافق واحد تالي بختلف كلنا بانختلف عليه خضر أربعة بانختلف على واحد هم تلاتة كلامتا لو تلاتة هنختلف على واحد لك هم مختلف على أربعة آه فهو هو وقت حمزة عشان حمزة عمل أداء جمي جدا في أولمبياد فعايزي كافر اعتبر ان هو كله بيكلب الحمزة وانا بقول لك اعتبر هو اخد مهدي سليمان ومصطفى شوبير وشن هاوي واخد حمزة يكرمه ده مش عير رجل عمل أداء كويس ومحترم فمش عير فحنا مش عايزين نقف لكابتن حسام على الواحدة هو وقت كامل العيب ووقت 26 و 28 العيب اللي منختلف عليه مش مش مكياس وبعدين أنا نهاردة جاء صاحب قرار صاحب اخترت وجهة نظرانا الشخصية تحترم انا بختلف معاك برضو وجهة نظر تحترم لازم بيكون فيه احترام بيننا ومعض في وجهات النظر والله يوسف انا مش مش زعلان ولا حزين انا منكسر لان كل اللي بيقابني في البلد عندك شهر شرامون او اي بلد ورح دو اول سؤال بيقول ايه يا كابتن اللي حصل نادي من العرب لان النادي من العرب مش نادي صغير ولا نادي قليل ولا نادي نادي من العرب الناس بيتكلم على هيبت وكبارت وقيمة نادي من العرب نادي من العرب كيمة كيمة كبيرة جدا برا مصر وجوه مصر طبعا هقول لك ظروف ظروف طبعا اختيار اللعيبة طبعا سبعا انت عندك سنة دي على مسابقات المسلم سبع عارة عشرة عضو منته سبع تشهر لعيب بقى من تلاتين لعيب كام تلاتاشر فطبعا برضو وجيت نظرته احترم طبعا كابتشاو غريب او كابتن عماد النحاس او كابتن عود او كابتن معدمن ايا كان اللي اختاروا وجيت نظرته احترم لكن اللعيبة هنا اللي انا قلتها لك من فترة ما هاتش عندهمش انتماء للنادي انتماء بالفلوس عشان كلا اللعيبة عملت ايه ووله لك فيه لعيبة في الدوري من مول عرب بيه لعب دوري وكان بيتفاوض في النادي تاني اه ما هولك يوسف ما عقده انتهى يقولك انا النادي خلاص ينزل تبني عمالي همش وبيتفاوض وراح ومضى وهو بيشغال اه والاعارة اللي انتهت اعارة انتهت برضو التفاوض لان خلاص بيقولك انا خلاص انتهت الله ينعب لا بقولك ما هولك بقولك الاحتراف خلى كل لعيب بص المصطحته الشخصية من ناحيته هو من ناحيته هو لكن انا النهاردة لو انا عندي 30 لعيب كلهم عندي 33 انا اقولك النهاردة لو نزلته في عقدة يتخصم 5% كله هتلاقي بيلعب لكن انا نهاردة واحد يقولك ايه هم كده كده ما نماشي هتفرق ايه انا نهاردة باخد خمس قرش من نادم العرب هاخد حتة تانية سبعة مش فرقة معايا فكان اولا اختير اللعيبة وبنان على اختير اللعيبة كان اداء اللعيبة لانه فيه خليبانك فيه ما تشك كتير جدا كان فيه سوق حظ كتير كنا كذبين نخسر في اخر دقيقة نتعادل في اخر دقيقة سوق حظ سوق حظ دقيقة اه سوق حظ بس تبتيجي بيه باردو هذا بتركيز اللعيبة اللعيبة ممكن يكون مركز في حاجة تانية مش مركز في كورة مش مركز في النادي اللي هيروح فيه سنة جاء النهاردة انا هروح اقابل فلان في النادي تانية عشان نمضي دي مش مركز ومش عايز اقولك المدرب اللي مدير الفن بتاع المون العرب مهارفش حاجة ولا اقدره تعرب حاجة اللي اقدره بتديهم كل حاجة ولا اقدرهم جاء بس خليهم موفرانهم كل حاجة انت عندك ملاعب مفيش حد في مصر عندهم ملاعب انت شفت ملعب ملعب الرئيسي ملعب الفرعي فندق على اعلى مستوى مطاعم انت فهمني لبس كل حاجة على اعلى مستوى اي من ادم وبالهلك عن طريقك يوسف عن طريق مصروي اي لعيب فيك يا مصر تتمنى تلعب في نادي من العرب وانا ايامي كان اي لعيب بيروح نادي المهارف بيمشي من نادي الالي كان بيجي بيجي كابت خلج جدال كابت محمد حشيش كابت الحمضة براضي كابت محمد السيد انت فهمني كبيرة في نادي الاهلي كان اول اختيار بعد النادي النادي المولين في استقرار حقك حقك محفوظ هتخدو هتخدو ان هنا الادارة ادارة جمدة جدا وكويسة بتدي كل واحد حقها بتكونش على حد حاجة لبس اعلى لبس ده فترة اعداد بيدوك عسكرات زي ما انت عايز فوندق هنا خمس نجوم انت عايز اي العيب اي العيب زي ما عايز اي فلوس اعايز ملعب لا عايز فلوس اعايز ملعب عايز هم عايز مفيش بيond بيond امانه هنا كبير ربنا انت شلت الا منا عمر ربنا ما يكريمك للي المالك اللعب اللي مداش في نادي من العرب هنا وبقول لك ها عن طريق اللي مداش نادي من العرب هنا بالقرش اللي خده ربنا مش يكرمه وقال هلك ربنا مش يكرمه لانت مدتش نادي من العرب هنا حقه مدتش القرش اللي انت خدته والجنيل اللي انت خدته وتعبته والنادي ادهك لبسه وبتاعه ومدتش عمر ربنا مش يكرمك عشان كلا خلي بالك كما تدين تدين هتروح برضو هناك هتلاقي النادي هتديك مواد بس لما تتعصر او وتتعاقص هترحل عمل ايه تعالالي على جم احنا هنا نادي نادي شركة نادي الناس هنا مجلسة دارة باسم الله مهندس محمد العالمونس مهندس احمد العصر رئيس الشركة ناس بتقول لك هانت شاب علىها فهي قصة قصة العيب احنا بلاب نلعب بالشارع من غير فلوس بتحب تخسر مش حادي بحب يخسر لكن انت تخش تتهاون تكسل طب انت نهاردة بتاكل ازاي بالفلوس انت اخدها من نادي بتاكل ازاي بتعايش ولادك ازاي انت اعمل لعليك النادي نزل تم انا قبل كلا نزل انا لعبت نزل واحد و سعين واحنا كونوا موجودين ونزل وما فيش حد مش وكافحنا ونفس السنة اللي بعدها صعدنا و تسعين في المئة أو تمامين في المئة من قوام بتاع النزل لمخدش في عدراه لا بصه لك حاجة النادي ما انا عارف لانا شافه دروقتي ان هو جاب ميكي وبنتفقد لازم يجيب لعيبة لعيبة كرة تشيل نادي من العرب عندها تموح الصعود دي اول حاجة اللعيب عنده تموح الصعود اللي انت بتعمله حاجات حوافز اللي انت تكسب في المركز الاول تاوت كذا اقل من المركز التالت مالكش فلوس مالكش فلوس ليه احنا نهارده في العرب المفروض نلعب على بطولة لكن تبطولك انت لك الميزة عندك ثلاث فلوس تصعد او فرقتي الاول بيصعد والثلاث بيلعب اه الله ينوه عليك فانت نهارده بس استنادي بقولك الثلاثة يصعد على طول مفيش اللي بتاع السلفات لا مفيش فانت الثلاثة فانت لازم انت ثلاثة وندي بطولات ملعب اي فرق هتيجي تلعب من الملعب الكبير ده كل الملعب ملعب صغيرة الله ينوه عليك وترتال لكن ده هنا انت تكسب اي حد هنا احنا كنا الله ينوه عليك يعني يوم ما كسبنا هنا ما تعدلناشي سنة واحد سنة غير مطش واحد الشمس هنا كل المبارات اكتسحنا هنا وكنا بنكسب برا لازم يكون عندك طموح عندك جاي تلعب من اجل مش من اجل فلوس بس فلوس دي حاجة تانية من اجل اللي انت تصعد بالنادم العرب النادي الكبير ده عشان تعمل لنفسك لا وتعمل لنفسك اسم النهاردة انت هتطلع اتقول انا سعدت بالنادم العرب الرغم بالنادم العرب المفروض بعد احترام لك باي لعيبة يصعد اسمه برينت برينت لوحده صح ولا انا غلطان فهو انا اتمنى ان شاء الله اللي اللي تيجي يكون عندها طموح وان شاء الله الادارة احنا عارفين كويسة ان ادارة محمد عادل هي يعمل كل ما في الادارة ما يحتاجها الجهاز واللعيبة عشان يرجع ان ان محمد من اول ناس عايز انت من العرب ترجع وترجع للبطولات مش تصعد بسي للبطولات فاتمنى ان شاء الله بيزن الله السنة الجاية اقعد معاك هنا وانهن بعضنا على صعود نادر من العرب ان شاء الله لمكانته طبعية لان بيجده مكانة نادي المؤولين نادي المؤولين مكانته لعب على بطولات وافريكا الله وليس لكن كل لا كل ايه كل واحده ركابه كل الله كل جواده ركابه ودي كابه ليفندس نزل وطلع انت فهمني عندي اكتب لها فمش عيب دي كورة ليس ترسيت الله انا عليك اه 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 اللي فاتت افرتنباين ومش عارفة النادي ايه اللي برضو نزل وطلع السنتي اه فعادي كورة مفيش اي مشكلة الكورة اهم حاجة يكون عندك طموح لانت تطلع فان شاء الله الاول اخيرا طبعا بشغل حضرك على اللقاء الجميل دوت انت والاستاذ محمود وانا سعيد اللي اكون مجود معاكم النهاردة وباذن الله اه اه اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح باذن الله وشرفتونا ونورتونا في ندم العرب